أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بصفاتها المناسق الوزري ومبعوت مؤتمر المناخ القادم كاب 27 والذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ نوبمبر القادم أكد أن دمج النوع الاجتماعي في عمليات مواجهة المناخ وخاصة المرأة سيساعد للوصول لمؤتمر للمناخ للتنفيذ كما تطمح مصر وباقي دول العالم جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة رفيعة المستوى على هامش أعمال الدورة 66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية حيث استعرضت دورة المرأة المصرية في دفع العمل البيئي ومواجهة أثار تغير المناخ وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المرأة هي حاجة رزاوية في تحقيق تقدم حقيقية وتسريع وطيرة العمل لأي تحدي بيئي وتنموية فمشاركة المرأة في تطوير الخطط الوطنية للدول المتعلقة بالمناخ أصبح أمرا حتميا سواء برفع الوعي ومشاركة المعرفة وتبني إجراءات الحد من غازات الاحتباس الحرارية